الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم وأن يعينكم على أنواع الطاعات وأن يبارك لكم في أبدانكم وأوقاتكم وأموالكم وجميع أحوالكم كما سأله جل وعلا أن يوفق الأمة لطاعته وبعد هذا درس جديد نتدارس فيه شيئًا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدراسة بعض أحاديث كتاب مواقيت الصلاة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء فلنستمع لبعض هذه الأحاديث الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام فلم يخرج حتى ناداه عمر رضي الله عنه قال قد نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم قال ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول قوله في هذا الحديث اعتم رسول الله أي أنه أخر صلاة العشاء ولم يأتي بها في أول وقتها وفي هذا دلال على فضل صلاة العشاء وفضل تأخير هذه الصلاة وقوله فلم يخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ناداه عمر وقال قد نام النساء والصبيان فيه تنبيه صاحب الولاية للرفق بأحوال الناس ومراعاة حوائجهم قال فخرج فقال لأهل المسجد فيه خطبة الإمام وموعظة في أهل المسجد وقوله قد نام النساء فيه دلال على أن النساء والصبيان كانوا يصلون مع الجماعة في ذلك الزمان وفيه خروج النساء بالليل إلى المساجد وفي هذا الحديث أيضا ذكر صلاة الصبيان مع الجماعة فيه دلال على صحة صلاة الصبي ووضوئه وفيه أيضا حضور الصبيان الجماعة والمجامع العامة وفي الحديث فضل أهل المدينة وفضل الصحابة حيث كانوا سابقين لدين الإسلام وفي هذا الحديث أيضا فضل المدينة في ذلك الزمان وفي هذا الحديث بيانه أول وقت صلاة العشاء وهي أن يغيب الشفق والعلماء لهم منهجان منهم من يقول بأن العشاء يبتدئ وقتها بغياب الشفق الأحمر وذلك أن الأصل في لفظة الشفق إطلاقها على الشفق الأحمر وهذا قول جماهير أهل العلم وذهب الحنفية إلى أن وقت صلاة العشاء يبتدئ بغياب الشفق الأول الشفق الأبيض قول الجمهور أظهر لعدد من الأحاديث واستدل الحنابلة بهذا الحديث على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بالثلث الأول من الليل والجمهور على أن وقت صلاة العشاء الاختياري لا ينتهي إلا بمنتصف الليل وقول الجمهور أرجح وذلك لأن حديث الباب ليس فيه إلا بيان الفعل النبوي وليس فيه تحديد وقت نهاية صلاة العشاء وبالتالي فإنه لم يتطرق في هذا الحديث إلى موطن الخلاف وهو الوقت الأخير لصلاة العشاء أحسن الله إليكم قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحاب الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفار منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى بهر الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال قال أبو موسى فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو موسى إلى أشعر عبد الله بن قيس قدم مع وفد من الأشعريين وركبوا البحر حتى جاءوا بحذاء المدينة فنزلوا وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا في البقيع بقيع بطحان يقال هذا الاسم للمنطقة التي يجتمع فيها الماء فينبت فيها النبات ويكون فيها الأشجار وقوله هنا فكان يتناوى بالنبي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل ليلة جماعة منهم فكانوا يكتسمون النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينقل من حضر عنده ما سمعه من مقاله لمن غاب عنه في كل ليلة وفي هذا مشروعية التناوب في طلب العلم وفي أداء الأعمال المناطة بالناس وفي هذا الحديث تأخير الإمام لصلاة العشاء لبعض ما يعرض له من أمور أشغاله وقوله حتى بهار الليل يعني أنه قد أصبح الليل شديد السواد حتى ظهرت نجومه وفي هذا الحديث أن الإمام إذا دخل المسجد ابتدأ بالصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص بيته بالنوافل التي يؤديها وفي هذا الحديث خطبة الإمام وموعظته لمن يكون في المسجد وفي الحديث جواز السهر في طلب العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة بعد صلاة العشاء وهذا نوع من أنواع السهر فبدله في التعليم والتعلم وفي هذا الحديث مشروعية التبشير بالخير وتذكير الإنسان بفضل الأعمال التي أقدم عليها وفي هذا الحديث فضل أهل المدينة وفضل الأشعريين الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن بعض نعم الله الدينية قد يغفل عنها بعض الناس فلا يعرفونها وفي هذا الحديث أن تميز الإنسان بأداء عمل لا يفعله غيره من الأدل على فضيلته ومما يكون سبباً من أسباب تبشيره بالخير وفي الحديث رواية الحديث بالمعنى وأن هذا مما كان مشتهراً في أزمنتهم الأولى وفي الحديث الفرح ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرح بسماع أحاديثه والفرح باستفادة الإنسان لعلم ما لم يكن يعلمه وفي الحديث أن اغتباط الإنسان وفرحه بما يقال تجاهه من ثناء لا يتنافى مع الإخلاص لله تعالى حسن الله إليكم قال عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا ابن عمار رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم وكان ابن عمار رضي الله عنهما لا يبالي أقدمها مأخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها وكان يرقد قبلها قال ابن جريج قلت لعطاء فقال سمحت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول أعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ثم رقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخرج فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان قال قال ابن عباس رضي الله عنهما فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه يمسح الماء عن شقه فقال إنه للوقت لو لأن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة أن يصلوها هذه الساعة هكذا في هذا الحديث من الفوائد جواز تأخير صلاة العشاء حتى تؤدى قبل منتصف الليل وفيه تأخر الإمام عن أداء صلاة العشاء لما يعرض له وفي الحديث كما في حديث عائشة الذي سبقه أن النوم اليسير لا ينتقض به الوضوء لأنه لم يذكر عن هؤلاء أنهم أعادوا الوضوء قبل صلاتهم والفقهاء لهم أقوال مختلفة في النوم الناقض فقد اتفقوا على أن النوم الكثير ناقض من نواقض الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهف فمن نام فليتوضأ ونحوه من الأحاديث في حديث صفوان بن عسال قال من بول أو غائط أو نوم في تعداد نواقض الوضوء التي يصلح للإنسان أن يمسح فيها على خفيه ولكن اختلفوا في النوم اليسير هل ينتقض الوضوء به أو لا فقال الشافعية بأن النوم اليسير من القائم لا ينتقض به الوضوء وأما ما عدا ذلك فإنه ينتقض الوضوء به وقال الحنابلة النوم اليسير من القائم ومن المتمكن من قعدته كالجالس لا ينقض الوضوء إذا لم يكن كثيرا وقال الحنفية بأن من نام نوما يسيرا على أي هيئة من هيئات الصلاة لم ينتقض وضوه بخلاف من نام يسيرا على غير هيئات الصلاة ولذا يرون أن من نام يسيرا مضطجعا فإنه ينتقض وضوه بذلك وذهب المالكية إلى أن النوم اليسير على أي هيئة لا ينتقض الوضوء به وأن النوم الكثير ينتقض الوضوء به ولعل هذا القول هو أظهر الأقوال فإن تحديد هيئة عن هيئة بحيث يجعل الحكم مناطا ببعض الهيئات دون بعضها الآخر يحتاج إلى دليل واضح وبالتالي فإن الصواب لا يفرق بين هذه الهيئات وقد ورد في بعض الأحاديث أن أهل المسجد إذ طجعوا في المسجد ولما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا معه فصلوا معه ولم يذكر عنهم وضوء وفي هذا الحديث أيضا أن تكرار النوم اليسير لا يؤثر على وضوء الإنسان وفي هذا الحديث تفضيل من تميز بطاعة من الطاعات لا يفعلها غيره ولذا قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم وفي هذا الحديث أن النهي عن النوم قبل العشاء على سبيل الكراهة والتنزه لا على سبيل التحريم ولذا كان ابن عمر يرقد قبل العشاء مرارا وفي هذا الحديث أن من خشي على نفسه من النوم بادر بأداء الصلاة الواجبة وفي هذا الحديث تنبيه الإمام على ما قد يفوته من أمر متابعة الناس وتفقدي أحوالهم كما فعل عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان وفي الحديث أن خروج الإنسان والماء يقطر من بعض أطرافه أو من شعره جائز لا حرج فيه ولا يؤثر على مكانته ولا ينقص منزلته وفي الحديث جواز وضع اليد على الرأس وأنه لا بأس في ذلك وفي الحديث أن مسح الماء عن الأعضاء بأليد جائز لا حرج فيه ولا يتنافى مع حال الكمال وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آخر قطر الماء يخرج معه ذنوب الإنسان التي فعلها بذلك العضو لا يتنافى مع مشروعية أو مع جواز استعمال المناديل أو جواز سلت الماء ومسحه عن الجسد باليد وفي الحديث أن الأفضل في صلاة العشاء هو تأخيرها لا تقديمها وفي الحديث من الفوائد أن الأمر يفيد الوجوب فإنه قال أنا لم أأمرهم بتأخير صلاة العشاء من أجل أن لا أشق عليهم فدل هذا على أنه لو أمر لا لازم لأن المشقة لا تكون إلا مع الإلزام وفي الحديث أيضا جواز استعمال لفظة لو لا على التحسر والندم على ما مضى وإنما على جهتي بياني حقيقة الأمر حسن الله إليكم قال عن أنس رضي الله عنه قال نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه وأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم جاء فصلى لنا ثم أقبل علينا بوجهه وخطبنا فقال ألا قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة منتظرتم الصلاة وإن القوم لا يزالون بخير منتظروا الخير لك أني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ في هذا الحديث قوله نظرنا يعني انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وفيه أن الإمام الراتب ينتظر في أمر الصلاة فلا تقام الصلاة لا أن يتأك أنه ليس بحاضر وفي هذا الحديث جواز تأخير صلاة العشاء إلى قبيل شطر الليل وهو منتصفه وفي الحديث أن تأخير صلاة العشاء إلى ذلك جائز لا حرج فيه إذا لم يكن فيه مشق على الناس وفي الحديث مشروعية مخاطبة الإمام للمأمومين بتعليمهم الأحكام وفيه أن من فعل ما يستغرب من الأفعال فينبغي به أن يعتذر الاعتذار الذي يليق به وفي الحديث جواز الحديث والمواعظ بعد صلاة العشاء وفي الحديث أيضا أن المأمومين ينتظرون الإمام في الصلاة وفي الحديث أن الإمام بعد فراغه من الصلاة يستقبل بوجهه المصلين لقوله هنا ثم أقبل علينا بوجهه وخطبنا وفي الحديث جواز الحديث بعد العشاء وجوازه تسامر في الأحكام الفقهية والمواعظ الدينية بعد صلاة العشاء وفي الحديث جوازه لبس لبس الخاتم وجوازه أن يكون له وبيص وبيض حسن الله إليكم قال عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة يراد بالبردين صلاة الفجر وصلاة العصر وهما صلاة أول النهار وآخره وقوله من صلى البردين يعني حافظ عليهما ففي هذا فضل صلاة الفجر وفضل صلاة العصر وعظم أجري المحافظ عليهما حسن الله إليكم عن أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة فقلت كم بين الأذان والسحور فقال قدر خمسين أو ستين يعني آية في هذا الحديث مشروعية تناول وجبة السحر التي يأكلها مريد الصيام في السحر وهو السجس الأخير من الليل وفي الحديث اجتماع الناس لتناول الطعام ومن ذلك تناول طعام العشاء والسحور وفي الحديث أيضا مشروعية إضافة الأضياف تقرب لله عز وجل وفي الحديث استحباب تأخير تناول وجبة السحر وفي الحديث أيضا بيانوا ما كانوا يجعلونه بين سحورهم وبين الأذان قال قدر خمسين أو ستين يعني آية وكانوا في الزمان الأول إنما يقرؤون بقراءة الحدر وبالتالي لم يكن هناك طول وقت في ذلك حسن الله إليكم قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحر فلما فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية قوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحر فيه فضيلة أكل وجبة السحر قبل الصيام وسميت سحرا لأنها في آخر الليل وهي السجس الأخير من الليل وفي الحديث أيضا تأخير وجبة السحور في الحديث الاجتماع على تناول وجبة السحر وفي الحديث أن مشروعية اجتماع الناس على أداء الصلوات وفي الحديث استحباب تأخير وجبة السحر حسن الله حسن الله إليكم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بأن أدرك السجود في صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الحديث فضيلة وجبة السحر وفيها تناول الإنسان الطعام مع أهل بيته وفي الحديث الحرص على أداء الصلوات جماعة وفي الحديث أيضا أن الصحابة كانوا يحرصون على القدوم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشيتم إلى الصلاة فأمشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا مما يدل على مشروعية التأني والسكينة في الذهاب إلى أداء الصلاة مع الجماعة وفي الحديث إضافة إلى الصلاة الفجر وحرص الصحابة المؤكد على أداء هذه الصلاة مع الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الله إليكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب قوله هنا شهد عندي رجال مرضيون أي أرضى حالهم ومقالهم وقوله وأرضاهم عندي عمر فيه التفضيل بين الشهود والأشخاص لبيان وفي الحديث أن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر منهي عنها فهي أوقات لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر سواء كان مريد الصلاة من الرجال أو من النساء وفي الحديث أن وقت النهي في أول اليوم ينتهي بشروق الشمس وقد ورد في الأحاديث أنه ينهى عن الصلاة وقت شروق الشمس حتى ترتفع في الحديث أن أمد النهي عن صلاة المسافر ينتهي بغروب الشمس بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين أسبغ الله عليكم نعمة وفضلكم على كثير من عباده وغفر الله لوالديكم وجعلكم الله أئمة هدى يقتدى بكم في الخير يسار على طريقتكم في الحق فيكون سببا من أسباب مضاعفة أجوركم وكثرة ثوابكم كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين الأحياء منهم والميتين ونسأله جل وعلا أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يبارك لهم في أعمالهم وأن يجعل عاقبتهم عاقبة التقوى كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر